السلام عليكم انا قصد ان اوعد القاعدة دي عشان اوضح لاخواتنا سوئين التوكوسة وسوئين الشركات اللي هي شغالة في النقل حاجة بيعملوها من المسببات الحوادث حضرتك مدخن وبتبقى ماشي بقلب العربية بتاعتك وماسك السجارة بالوضع ده وحاطت ايدك على الشباك بالوضع دوت وفي الناحية التانية ماسك كوباية شاي في ايدك هناهو كده وساند الديركسيون برقبتك وماشي بتعمل كده بشرة بالشاي وباخد السجارة والعربية ماشية في طريقها ولا اكن في حد موجود معاك انا مع حضرتك انت راجل بروفيشن وصلت الوضع ده ميت فل وعش قدام حضرتك انت كشف الطريق وكشف ان الدنيا كويسة مفيش اي حاجة معوقات عشان كده انت ماشي واخد الاحدياطات اللازمة وصد منك الصورة اللي هي ربع كاملة اما الصورة الكاملة حضرتك مش دام من الورا منك زي الفيديو ده هيحصل ايه لو خبتك من الظهر من ورا وحصل التصادم وحضرتك في الوضعية دي ففيه نار في ايدك وفيه مية مغلية في ايدك وفيه طارق انت مش مسكها ايه اللي هيحصل هتلف منك والدنيا هتتشقلب والدنيا هبوز لو حصل اي حاجة زي كده هتبقى جنب منك اسرة يمين او اسرة شمال ماشية في حالها ملاش علاقة خالص ملتزمة فيها اطفال موجودة العربية ماتت حصل التصادم ليه؟ لان العربية ملت منك وراحت منك في الاتجاه غير الاتجاه وده بسبب ايه؟ بسبب السجارة وبسبب كوبات الشاي وبسبب ان حضرتك ساند الدريكسون بيدك ومش مهتم بقلب الطريق ركز في الحاجات دي لو سمحت لان انت بتتكلم في ارواح على الطريق اركن على جنب واعمل اللي انت عاوزه اقمل للجميع اشكرك على التفاهم سلام عليكم اشتركوا في القناة